السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالمتتبعين الكرام في قناة حياة ديليسيا شكرا لكم على الدعم والتعليقات والمشاهدات اليوم سوف نرى طريقة تحضر البغرير سوف نرى طريقة سهلة وناجحة مئة بالمئة سوف نرى كل الأسرار وطريقة تحضر فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله نحتاج كأس ممتلئ من السميد تقريبا 1-120 جرام تقريبا 1-120 جرام نضيف خالط بين نصف كأس مزيج بين دقيق الفين والدقيق الأبيض نضيف ملعقة صغيرة ممتلئ من الخامير مع القصغيرة تكون عامرة وكيس ملعقة الكيموية 8 جرام مع القصغيرة تكون عامرة مقببة القليل من الملح وقليل من السكر الخاشن تقريبا 1-120 جرام السكر الخاشن يساهم أن البغرير يجب حمر قليلا نضيف الساميد ونضيف المكونات الأخرى نضيف السكر والملح والخامير بالنسبة للخامير الكيموية لنضيف السكر حتى نضيف السكر ونضيف الخامير والخامير الكيموية الآخر لا نضيف السكر الماء يكون دافئ ونظيف السكر حتى يحدث باستثمت لا يكون تقيل و لا يكون جاري بشكل كبير احتاجت الكؤوس النماء سوف نمزجها بالطراب اليدوي و نخلطه بالخلاط الكهربائي مقادير قليلين بالنسبة للناس اللي عمرهم مداره ديروا غشي شوية المرة الليلة سوف نجح معكم من اول تجربة غير تبعوا فقط الطريقة و النصائح سوف ننجح معكم ان شاء الله نضرب الكهربائي قريبا 1-2 دقيقة نقوم بخلاط الكهربائي نقوم بخلاط الكهربائي نقوم بخلاط الكهربائي نحرك بخلاط كاليف نقوم بخلاط الغلي نقوم بخلاط الخمير نتوجي طريق الطياب منذ نقي المنذر تقوم بزق المنذر و نرد المقلة و نرد المقلة و نقطر الموت و وضع المنذر و ننشفه نقطة فقط نضع الخالط وضعوا الخالط على قياس المقلة البغرير الضروري لا تحفظوا عينكم وميزانكم سوف تخليوا البغرير نقطع لكم نهائيا تصوير نار متوسطة نستمروا على طريقة حتى نكمل الخالط نضيف المقلات نضيف المقلات نضيف المقلات نضيف القليل من زيتون نضيف المقلات نضيف مقلات البغرير نضيف المقلات هذا هو البغرير خفيف لديد سريع في التحضير يمكننا أن نقوم بها في دقائق معدودة نقدره في 15-20 دقيقة يكون واجد البغرير يوجد البغرير أسهل حاجة لكم تديرها هي البغرير لا يدرر في المصران انا من نسلي كنتم بغرير في المصران ولكن بعض المقادير ناكل منه الكمية لا يدر لي يواله اتمنى الفيديو اليوم يكون الإعجاب لا تنسوا تابنوا في القناة شاركوا الفيديو مع الأصدقاء وإلا أجبكم ديروا لايك ونضرب لكم موعد مقبل الفيديو قادم إن شاء الله